بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم ان شاء الله يا جماعة هنكمل دلوقتي الجزء الخاص بالقواعد حل على القواعد الوحدة الاولى من كتاب المراجعة بيت باي بيت 2020 آه بالنسبة ليه اللي هيشوف اللي عايز رقم يشترك في الجروب آه طبقا للنظامة والخطة المعدة للمراجعة او لحل المراجعة آه سواء من بيت باي بيت او من الحاجات الملحقة هيتواصل معنا على الرقم زيرو مية وحداشر تمنمية واربعين اتناشر واحد واربعين زيرو مية وحداشر تمنمية واربعين اتناشر واحد واربعين نفس الخط عليه الواتس وهو العليل جروب العام كل هذا الوقت هنروح على الكتاب في صفحة اي تسعة عشر المفروضة مع ان انتو بتكونوا عاملين الكلام ده او مجهزين الجمل دي انتو مذكرين وحلين وانا هاجي هنا هحل معاك وهتراجع معايا الاجابات وههعلق على بعض الحاجات طبعا وبعد كده بتصححوا انتو اجاباتكو وهكذا النقطة الاولى طبعا هنا بنتكلم عن ازمنة زمن الماضي التام والماضي البسيط وعندنا زمن برضو الماضي المستمر والماضي البسيط والروابط بتاعتهم بيقول لي هنا رقم واحد طبعا هو شاف الحدث الحدث حدث اول وبعد كده اتصل بالبوليس يبقى طبعا ايه افضر تمام رقم اتنين وي نوجد اجود تايم اند ديسكاسنج زينيو برويجيكت ازول بيقول بقى يبقى هنا وي ناخد بالنا من ديسكاسنج دي ديسكاسنج دي جاب ليها اند عطف طالما هنا فيرب زي اين جي وجاب ليه اند ادات عطف يبقى ده معطوف على حاجة فيها اين جي طب يبقى ايه يبقى وي هادلق هاد هادلق هاد هادلق هاد هادلق وي وير هافنج وي وير هافنج اجود تايم كنا بنقضي وقت جيد كنا بنستمتع بقضاء وقت جيد يعني اند ديسكاسنج ومناقشة لان ديسكاسنج معطوفة على على هافنج ونناقش زينيو برويجيكت المشروع الجيد ازول وي نوجد نير زي سوبر ماركت بيفور وي موف تو زيس هاوس جاب قبل ان ننتقل قعدة بيفور هنا موفد ماضي ايه بسيط يبقى المفروض جاب ليها ماضي ايه تام بس لو ما الجناش ماضي تام ينفع الماضي البسيط ينفع اهم احنا عيشنا او كنا نعيش بالقرب من السوبر ماركت قبل ان ننتقل الى هذا البيت تمام بعد كده اربعة she gave it to me هي اعطته لي she gave it to me i was reading the newspaper يبقى طبعا وايف بينما كنت اقرأ الجريدة حدث مستمر قطعه حدث اخر ماضي بسيط الحدث المفاجئ اللي بيقطع هو الماضي البسيط الحدث اللي بيقطع حيز من الزمن بيبقى ماضي مستمر لان في افعال دايما تحسوا انها لا تضع في الازمة المستمرة ذا بيتحكم في المعنى مثلا الفعل سقطة مثلا سقطة دا دايما غالبا ماضي بسيط الا بقى لو كانت حيزة بتسقط من مسافة بتقطع حيز من الزمن تمام i hadn't read any of his books انا لم اقرأ اي من كتبه before i know this one before i had read طبعا before i معلش i read لم اكن قد قرأت اي من كتبه ماضي تم جاب لي before بعدين ماضي بسيط read طيب بعد كده عندي i was reading a book when you not got me انا كنت بقى قرأ كتاب when you found me انا كنت مستمر في قرأة الكتاب عندما انت اتصلت اه اتصلت بي طيب الحدث الاطول اللي هو القراءة والحدث المفاجئ اللي هو الاتصال هنروح على الصفحة التانية اللي هي صفحة 20 ونبدأ مع الجملة رقم سبعة رقم سبعة بيقول لي عشان ماضي بسيط الكلمة تدل على ماضي بسيط في دول مين تم فوريا مستر بتدل على ماضي بسيط تمام بتدل على ماضي بسيط مع حدث انتهى بس يكون بعدها مدة زمنية مع حدث انتهى خالص لانها لو جات مع حدث مازالة مع المدارة التامية بل حدث بدأ ومازال مستمر طيب I sat down أنا جلست and no got my work when I had opened the window I sat down and did my work جلست عطفتهم sat down ماضي بسيط sat and did وقمت مع عمل الآق الواجب اداة عطف الفعل مع طفحة التانية با ماضي بسيط ماضي بسيط I remembered تسعة I remembered I returned home أسف when mother no got lunch أنا عدت للبيت when mother was preparing فين هي was preparing اهي عندما أمي كانت تعد هي الاعداد الطعام هو الحدث الأطول وأنا عدت للبيت في هذه الأسناء رقم 10 as soon as I know got a story دي أزمنت الماضي التام بل ماضي البسيط I started the next one طبعا هنا أختار had finished بمجرد ما كنت أنتهي من كتاب من قصة كنت ببدأ فيها في اللي بعدها تمام ده ماضي تام بعدها السناء وده ماضي بسيط اللي هي started while I was finishing one story بينما كنت أنهي أحد القصص يعني عندما كنت أنهي أحد القصص يعني كنت بشطب فيها مكتب الخاتمة مثلا بتاعتها أو آخر آخر chapter فيها I know got the next one I was planning كنت بخطط في اللي بعدها تبليل حدثين مستمر علشان ده بيقطع حيز ده بيقطع حيز إزاي أقول أنا بينما كنت قوني قصة خططت واحدة جديدة اللي هي بلانت هي تمشي لو أن التخطيط خطط وتخطيط سريع وانتهى قبل يعني انتهى وخلص قبل انتهاء قبل ما فينش ديك خالص كان لسه الحدث يعني مستمر اللي هو القصة الأولانية تمام اللي عشان كده هو ما جمهاش في اللي تشوز فالماضي المستمر معنا أقوى شوية أحسن شوية لأن الحيز بتاعة التخطيط بيأكتر حيز من الزمن when I was seven لما كان عمري سبع سنوات I wrote a poem which no got a prize لما كان عمري سبع سنوات أنا كتبت قصيدة which one a prize فازت بياه بجائزة لما كان عمري سبع سنوات كتبت قصيدة فازت بياه بجائزة ليه مستر ما ينفعش نقول هاد وان عايش تقول هاد وان يعني ماضي تام انت عارف معناها ايه هتقول لي ما هي هتقول لي ينفع حطها ماضي تام أقول لك ما ينفعش لأن لو انت قلت هاد وان a prize معنى كده ان هي فازت بالجائزة جبل ما تتكتب ده كتابة القصيدة هو كان اول شيء تمام كتابة القصيدة هو اول شيء وبعد كده هي فازت بالجائزة يبا لازم طالما ده ماضي بسيط على اقل لا لازم يكون ماضي بسيط تمام بعد كده the first wrote I first wrote stories and poems اول مرة كتبت فيها قصائد وقصص وقصائد when I no got at a primary school عندما كنت ها وناي وعز عندما كنت في المدرسة الابتدائية مش دي كانت حيز من الزمن انا جعدت زمن في المدرسة الابتدائية ليه ما اخدتش واسبين جا ماضي مستمرة هو وين بيش بعدها ماضي مستمرة لما الحيز لما الفعل يكون قطع حيز من الزمن اقول لك عشان دافر بيتو بي وفير بيتو بي لا يوضع في الازمنة المستمرة فبعوض عنه بدل الماضي المستمرة عوض عنه بالماضي البسيط لانه من افعال الحالة بالمناسبة يا جماعة في معلومة كويسة جدا دي استنتاج الشخص او ملاحظة الشخصية اركز معي ايه الافعال اللي ما ينفعش تحطها في الازمنة المستمرة باللي عليك اسمعوا النقطة دي كويس الافعال اللي ما ينفعش أحطها في الازمنة المستمرة اللي هي الافعال اللي ما ينفعش اقول لها stop توقفي ازاي يعني بتصف حالة شؤور احساس لكن الفعل لو كان ينفع اقول له stop توقف او اتمنى انه يتوقف قابل للتوقف يبا كده ينفع يتحط في الازمنة المستمرة زي زي افعال الشعور والحواس والادراك اللي هي الفهم طب الشعور اي لايك انجلش انا بحب الانجليز ينفع اقول له واحد stop liking english لا ده هو يتكلم عن مشاعره يقول اي هاف اكار انا عندي سيارة هافنج ماشي لما يقول اي هافنج السندويتش يبقى انا بتناول السندويتش ده معنى تاني لكن هاف بمعنى يمتلك افعال التملك خلاص ما ينفعش احطها في الازمنة المستمرة لان هي بتصف الملكية ما ينفعش اقول له واحد لا تمتلك i like english i prefer مثلا orange juice orange juice عصير بورتوغان وهكذا افعال الفهم اقول له understand you انا فهمك تنفع يقول له واحد توقف عن الفهم لو ينفع اقول له توقف عن الفهم او ما تفهمنيش كان ينفع احطها في الازمنة المستمرة لكن تعال هناخد الافعال من الافعال التانية افعال التملك والفهم والاحساس والشعور و كل فعل يا جماعة مثلا ما ينفعش افعال الارادة الافعال الارادة زي احط ما فيش حاجة على هاف بوانتنج. ما فيش حط فازمة المستمرة خالص. فبالتالي بنضطر نرجع للشكل البسيط. فلو كنت عايز مضي مستمرة وجيت فعلي من دول برجع للمضي البسيط. لو كنت عايز مضارع مستمرة وجيت فعلي من دول برجع للمضارع البسيط. لو كنت عايز مضارع تام مستمرة وجيت فعلي من دول بستبدل المضارع تام. وهكذا. طيب يا جماعة. لو إيه الأفعال اللي هي مستمرة زي مثلا I am reading I am eating أقول لك stop reading and come with me استوقف وتعالى معايا طبعا عايزا stop eating كده ينفع هو فيه اللي بينفع يستمر وينفع يتوقف ده ينفع يتحط في لازمة المستمرة طب واحد يقول لي تب ما المطر ما ينفعش أقول لي المطر stop ماشي بس أقول I hope I hope الله stops it stops it raining أو I hope أتمنى it stops raining أتمنى أن أن تتوقف السماء عن الإمطار خلاص فهي قابل فعل قابل لأنه يستمر ويتوقف لكن ديكها حقيقة في ذاته شعور في ذاته تمام بدل ما نحفظ كتير لو فهمت الكلمتين دون هتطبجوها إن شاء الله هي مش كلام علمي مكتوب بس ده الاستنتاج أو السنس الحساس الشخصي بتاعي اللي أنا بستنتج بيه لها القاعدة تعالوا الرقم احنا وجفنا فين تمام اللي هي فيها فيربيتو بيه اللي قادتنا للنقطة دي واس بيه ماشي اخدنا كده احنا ايه واس آآ لم يبقى لها ماضي ايه بسيط ما فيه ما حدش يقول لنا ما فيه كلام فاضي يا جماعة اركزوا معي بالله عليكم انا اوضح نقطة انتل هنا هو السريع هو بعدها ماضي تام ماشي كم قادر انتل يا مستر ثلاثة القواعد اللي هي مع الازمنة التامة دول اتنين خلاص ده انا كمان بتكلم مع الازمنة التامة القاعدة الاولى ان انتل يجي جاب ليها ماضي بسيط مم مستثنى ماء يعني ممفي ماشي صح او فيه فعل يدل على النفي حسب المعنى يعني هنا فيه مقصود استثناء نفي غرض الاستثناء او فعل يدل على النفي يبا النفي هنا ليس نفيا حقيا ده نفي غرضه عايزي يقول اي دي دينت ريترنهم انا لم اعد الى البيت معنى كانه ما عادش لا ده عاد انتل الا لما او حتى الا لما خلصت العمل عايز يقول لي انا خلصت العمل الاول وبعد كده عدت للبيت يبا هو مش عايزين في العودة ده هو عايز يستثني العودة ويذكرها يقول ان هي ما حصلتش الا بعد حصول الايه انهاء العمل فالغرض من النفي هنا يعتبر تأجيل الحدث زمنا طب ما انا ممكن اجيب فعل يدل على النفي ويخدعني في الامتحان فمش مجرد ما شوف انتل هنا اروح اجري اختار اللي فيها دينت يا جماعة لو جال لي i refused i no got return home ورح جالي تحت refused هختار refused المثبتة ليه طيب لان انا رفضت ان اعود refused to return لان refused هنا حملت معنى الاستثناء تمام ياريت تفهم النقطة دي بلا عليكم تمام كده يبقى كده ايه قلنا فعل بامان في بديد انت او بفعل يدل على النفي دي اتنين او ان يكون ان انتل هنا موجودة كده وجاب ليها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط لما اقول مثلا i waited until he came انتظرت علي حتى جاء بالعكس ده الانتظار هو اللي كان في الاول والمجيء هو اللي كان بعديه انتظرت علي حتى حتى جاء طيب كده ممكن احط اللي جاب ليها ماضي تام ايه اقول في الحالة دي حسب المعنى يا جماعة ممكن اقول انا انتظرت علي ماضي بسيط لحد ماضي تام معلش هاد ويتت until he came حتى جاء او اقول ماضي بسيط until he came يبين فعل اتنين ماضي بسيط او جاب ليها كمان ماضي تام في المعاني اللي زي معنا ويت تمام كده انا شرحت ترى القاعد تل وانتل مع الازمنة التامة جاءت قاعدة واحدة بس اللي هي مين اللي هي مع تل وانتل مع الازمنة ازمنت المستقبل ان تل وانتل يجي جاب ليها شكل من اشكال المستقبل اللي هو بويل غالبا زي ما بتدرسوه وين في عواز جونج تو برضو اه او ازوار جونج تو زيد المصدر واتبعديها مضارع تام او مضارع بسيط يحمل او له معنى المستقبل طبعا نضيف ازمنت ايه اه ازمنت الفيوتر نروح للنقطة رقم اربعتاشر النقطة معلش رقم فين انتل انتل كاته اربعتاشر خمستاشر كنت متعود ان انا اقرأ الجريدة كل يوم والان ما عنديش وقت بل عادة اللي كانت في الماضي انتهت مجرد ما وصلنا الى المدرسة ده ماضي تام ماضي بسيط ممكن واحد يقول اه ماضي بسيط غلط اللي بجي بعدها الحدث الاقدم طب ما حطوش ماضي تام ليه هو حر ما حطوش ماضي تام بس هو مازال اقدم تمام عشان هو معروف هاي الحدث الاقدم خلاص يبقى انت لازم التاني يبقى ماضي بسيط فسواء ده جتان او بسيط الزمن التاني ده هيكون ماضي بسيط I know got seen the film before I read the book قبل ان اقرأ الكتاب يبا هادو الريدي هادو الريدي seen the film كنت قد رأيت الفيلم قبل ان اقرأ الكتاب يبا شفت بالفعل قبل ان اقرأ الكتاب ده الحدث الاول وبفور بعدها الماضي البسيط what no got when I called you you sounded very busy كان شكلك مجغول يبقى ايه انت كنت بتعمل ايه كان يبدو ان انت مجغول يعني طبعا هو يسأل الحدث كان مستمر اثناء المكالمة I no got my own computer for three years before anything went wrong with it يبقى ايه انا كنت بامتالج جهاز الكمبيوتر بتاع اديلي ثلاث سنوات قبل ان يحدث فيه اخطاء او مشاكل يبقى كنت ما امتلكه ثلاث سنوات يبقى المفروض فيه had been having المفروض بس يا جماعة هاف يمتلك هنا مستمرة فاكرين كنت بقول هارجع من كل زمن البسيط منه المستمرة هارجع للماضي التام البسيط اللي هو هاد هاد اي هاد هاد كنت امتلك جهازي عشان ده الكمبيوتر كان عندي اديله ثلاث سنوات عندما حدث به خطأ فالامتلاك كان اقدم واستمر بس ما ينفعش احطه مستمرة عشان الفعل هاف كميلة افكار بيت بابت while she no got doing her homework my sister was listening to music اختي كان بتسمع الموسيقى هي بتعمل حاشتين في نفس الوقت اختي برضو what she was doing كان بتعمل واجبها كان بتسمع الموسيقى في نفس الوقت هدا هم الله هدا الموسيقى I no got to the museum in 2015 I I went to the museum in 2015 ليه يا استاذ لان اين وما سنة بعدها يبقى ماضي بسيطة على طول بالمناسبة يا جماعة هقول لكم معلومة كويسة برضو الموسيقى 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 انا كنت افتكرت حدا كده بس لما تكتمل بس فوق ان شاء الله افتكرها وجولها ماشي اه 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 اخش على رقم كم كده موسيقى وديه اه 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 في الفين وعشرة والدية كانوا بيعيشوا في شجة صغيرة في مركز المدينة. يبقى لفت. عشان ايه الفين وايه? وعشرة. كانوا بيعيشوا والحدث انتهى. دلوقت وما مش هناك. يستر دي ايفننج. وي نجات فور اور انجليش تست. نبنى بالمساء كنا بنعمل ايلا اختبار لما النور جطع فجأة. يبقى احنا كنا مستمرين في ايه? يبقى كنا بنراجع. كنا بنراجع. اه طب وده مدارة التام مستمرة. عاطي معنى عاطي معنى معك بالعربي صح? بص يا جماعة. والله احنا احترنا في الموضوع ده بتاع اللي هو ايه? انا عن نفسي احترت في بتاع الماضي مستمر ومضارة التام. انا عن نفسي هنا باختار في دي ماضي ايه? ماضي مستمر. عارفين ليه? لان انا لما بركز على انقطاع المدة لما بركز على انشغال المدة الزمنية باختار ماضي مستمر. لكن لما بركز على الاثر باختار مضارة التام اه مستمر. يعني ايه? يعني هنا بقولك بينما عندما الاضواء انقطعت. تمام? يبقى المدة كانت يبقى انا بركز بقول ان الحدس كان مستمر وقطع حيز من الزمن. ما بتكلمش عن اثر عارفين? بقول ده دايما انت اقول اي هاف بين رانينج فور اوارس. انا بجي لقديل ساعات. اي انطير. ده الاثر ان انا متعب. لكن انا هنا ما بتكلمش عن الاثر خالص اشتغل من مضارة التام مستمر. انا بتكلم على ان الحدس ده قطع حيز من الزمن. كان قطع حيز من الزمن. اراح قطعه حدس اخر. وبعدين في دليل تاني يعني. كلمة ايه? كلمة وين? وينزا لايت? ايو وينزا لايتس? وانت عندما الانوار انقطعت. تمام? اللي هو الرابط هنا. يبقى ده ماضي بسيط يبقى ده ماضي ايه? كان ماضي مستمر. 24. عملت لي كيكا وتش نجت او لمن. كانت بتدي طعم. يعني كان مذاقها مذاق الليمون. ما ينفعش اقولها تستت? الله ازاي هاتستت? وانا ما تزوقتهاش الا بعد ما ام اعملتها. فده المفوض وده الحدث الاول. فطالما لحد جاب الحدث الاول ماضي بسيط. بل اول اولا ان التاني بماضي بسيط. 25. ات واس دارك وينو ريتش اتزا بيتش بكوزة سن نوجت داون. الجو كان اظلم يبقى الشمس كانت ايه? كانت قد. شوف كان قد دي بماضي تام على طول. كانت قد غربت. وما هي ضلمت ضلمت ليه? كانت قد غربت هات جان داون. افتر مونة هات بليت. بعد ما مونة بليت زا بيانو. عازفت على البيانو. شي نوجت هر سيستر وز هر هم ويرك. بعد ما مونة عازفت على البيانو. شي ايه? هلبت هات بليت. حدث اول هلبت. زي نوجت تسبيند زا فيست. وز اس افري يير. انتل وي موفد. زي. يوزد. اعتدوا ان يبضوا معنا العيد. فيست يعني عيد? كل عام. حتى. اه? انتقلنا. تمام. شايفين فكرة هيني مساعة قلت لكم ويتت. جملة بتاع ويتت. اه المفروض الاعتياد ده هو الحدث اللي كان بيسبق. وهم ما انتقلوش الا بعدها. ادي دي قعدة الانتل برضو هي. تمام? سؤال جميل. تمانية وعشرين. سينجل. is a road accident. the motorists drove more carefully. يبقى بجاء. انسينج يا جماعة فيربز ايني جي. على طول كحدثة اول بمجرد رؤية حدث الطريق. the motorists drove more quickly. هراحوا اراكبين الدراجات بسرعة. قدوا السيارة وانطلقوا سابوا المكمة بسرعة. يبقى ان. هنرقى بعد كزا للجملة رقم تسعة وعشرين. الجملة التسعة وعشرين بتقول نسونر. نجد زا نويس. ذان وي راجد توزا. spot. طيب. رجد ان دفعنا. تمام? spot هتطلع المكان يعني او المكان في حاجة في حدث او عين يعني. المهم خلينا في القاعدة طيب. رجد. رجد معناها ان دفع. طيب. وانه السونر بادئ بيها. المفروض الحدث الاول بيجي هنا. المفروض الحدث الاول بيجي هنا. خلاص? الحدث الاول بيجي اه هنا معلش اللي هو معه نوسونر. فبنبدأ بنعمل ايه? لما بنبدأ بنوسونر المفروض الماضي التام بعكس ترتيب الماضي التام وابدأ بالفعل للمساعدة. يبقى انه السونر had we heard. تمام? افطر ازا هاقص نوجة painted we finished we furnished it. بعد ما البيت had been painted. بعد ما البيت ايه? تم طلاقه. خلاص? we furnished it يعني ايه? اه? فرشناه بالاساس. طب ده ليه? ده ماضي التام بس مبني ليه للمجهول ايه ما عشان المعنى. تمام? منفعش اقول had painted. البيت ده ما طالاش نفسه. يا جماعة ده القاعد كده مركبة. بدخل المبني للمجهول مع مين? مع قاعدة الماضي التام. تصر يا جماعة تجرى كل اللي تشوز في الامتحان. واحد وثلاثين بتقول لي while I was walking. فين هي? while I was walking. وانا ماشي للبيت رأيت بعض اصدقائي ده كان مستمر وده قطعه. اتنين وثلاثين بيقول لي the glass wind. الشباك الزجاج نوجة. when the boy hit it with the bowl. يبقى was broken. الشباك كسرة لما الوقت خبطه. تمام? تم ما ينفعش ده ماضي تام لا لان هو ما تكسرش الا بعد الخبطة. حدث ثاني. وعدم ابن المجهولة هو. as my mother was exhausted. لان امي كانت متعبشة. مفيش فاعل لح نلق نركز. يبقى ويل مفيش فاعل بعد ويل يبقى فر بزيطين نجيه. اثناء مشاهدة التيفيد تلفزيون. اربعة وثلاثين نوها فوندي مي ويل زا دينار. نوها التصليد بدى الحدث المفاجئ بينما الطعام العشاء. اه? we're cooking? طبعا. ما انا عايز ماضي مستمر بس غلط. غلط ليه? was being cooked. تمام? اولا دي مش مش متفاحش واضح عشان العشاء كمان. was being cooked يعني كان اه? كان يطلع. تمام? المفوت دي كانت كمان باجتها. اه عشان تفتقوها اكتر was cooking دي. لانه مش يطبخ نفسه العشاء. كان يطهى was being cooked. مبني المجهول. مونا لم ترسل الرسالة اللي قابوها until she nougat it. الا لما she had made sure it. تمام? ماضي تام? until. اه? ده ماضي تام. وجاب لي اه? ادي ماضي بسيط فيه استثناء بالنفي. اه? احمد زكار. سيارة احمد وازهت by a driver. سيارة احمد. اه صدمت او ضرق يعني اه اه خبطها للسائق. هو نوجت ات ماد سبيد. who was driving. خبط يعني سيارة احمد. خبطت بواسطة السائق اللي كان سائق بسرعة. كان في هذه الاسناء. was driving اهي. ات ماد سبيد. كان بسوق بسرعة جنونية. نوجت finished my work. I went home. طبعا لو جيت تصريف تالت نجول having. فاكرين ساعد كنا بلاجأ اي نجي هنا في الجملة اللي فاتت لي في رقم تمانية وعشرين. خدنا ايه? خدنا ان. عشان كان في ريب زادة نجي. مهمين جدا في الامتحان. يعني جان في السنين اللي فاتت جات حاجة كده في سبعتاشر او تمنتاشر واحدة من دول. هنا عشان تصريف تالت. بعناب ومجرد مع انهيت العمل. I went home. طيب. هو حدث اول ده. I no got a car accident while coming to school. I so. انا شفت الحادثة اثناء المجيء الى المدرسة. رأيتها وانا ما عدي كنت ماشي مستمر. والرؤية ده كنت مفاجأة. so. so as the police arrested the system. ومجرد ما الشرطة جبطت على اللص. زي نجة him to the police station. يبقى جبطه على في الاول. تمام? arrested. طب جاي مضة بسيط لعادي. احنا قلنا هين فايجي مضة بسيط بس هو ما زال هو الحدث الاول. يبقى منفحش ده يكون مضة دام لعشان. ده حدث اول برضو. يبقى على طول. تمام? بكده ان شاء الله نكون يعني علقنا بعض تعليق جيد. ان شاء الله على الجمل. اه ونقشنا بعض الملاحظات. وان شاء الله كده اه نشوفكم الواحدة التانية. اه زي ما رولنا بنذكر برقم التليفون تاني. زيلو مية واحداشر تمنمية واربعين. اتناشر واحد واربعين. اللي عايز يعرف التفاصيل اللي هيكامل بعد كده في الجروب السري. ويسدد الاشتراك اللي هو نظام المية جينيه. آآ هيرسلنا على الواتس على الرقم. او يتصل على الرقم آآ ويجرع شروط البرنامج او نظام المراجعة. وبعد كده هيسدد بس بالحوالة البريدية او يعني يرسلها بالبريد على الرقم اللي احنا هندهوله بعد ما تنتهي الفترة المجانية اللي هي آآ الوحدة الاولى والوحدة التانية. آآ ربنا بفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.